بحاجة كمان مهمة جدا الاتحاد الافريقي خلاص حدد معادة لقاء الزهاب في تونس هتتلاعب مباراة الزهاب يوم 9 اكتوبر عن ملعب مصطفى بن جنات الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساعة 2 بتوقيت تونس والاتحاد الافريقي اسند ادارة هذه المباراة لطاقم تحكيم جزائري انا اول ما اقولت طاقم تحكيم جزائري الناس ممكن تتوقع اسم الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ولكن الادواري التمهيدية بيتم الاستعانة بالحكام اللي ما بيحكموش او ما بيدروش المباراة الكبيرة فالنهاردة هيكون مباراة اتحاد المنستير والاهلي يوم 9 اكتوبر عن ملعب مصطفى بن جنات هيديره الجزائري لحلو بن براهم هو اللي هيكون يعني حكم هذه المباراة ويكون معاه مساعد اول اقرم زهروني ومساعد تاني حمزة بوزيد والحكم الرابع الجزائري ايضا الياس بيكيسيو الناس كلهم ممكن تسأل تفتقنية الفار ما فيش تقنية فيديو في الادوار التمهيدية سواء الدور التمهيد الاول او الدور التمهيدي الا الثاني اذا ده طاقم التحكيم الجزائري اللي هيديه المباراة الاهلي او التحاد المنستير والاهلي يوم 9 اكتوبر واخلال ساعات هيتحدد كمان مين طاقم تحكيم مباراة العودة اللي هتتلاقي في القاهرة اول ما يتم تحديد التوقيت والملعب واليوم هنعرف طاقم التحكيم كمان وده هيتم خلال الساعات اللي جاي اشتركوا في القناة